ترجمة نانسي قنقر 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 دورها معناها منظمة حرافية بالبحثة وإنما هي منظمة اجتماعية وطنية كما يعنيها الشأن معناها الاجتماعي يعنيها الشأن السياسي وهذا دور السياسي الاتحاد منذ تأسيسه لا مش تلغي له الحكومة الذية ولا الحكومات المشتعاق ولا الحكومات اللي قبلها وبالتالي نحب نأكد على مسألة احنا في الاتحاد رانا بنفس المسافة مع اليحكم ومع المعارض ولكن نتفاعل مع كل من نلتقي معنا في نفس المبادئ والاهداف اللي تأسط عليها الثواب انتع المنظمة ذي اليوم هل اختذت المصلحة الوطنية انه نتغاذى عن الاتهامات اللي من ميه الى حدود بعد 119 عبريل وقالة في عام الجغل كان هناك خطاب سياسي من اعضاء الحكومة او من الوزراء بان الاتحاد يحارف في بعض الاحيان وبان الاتحاد مظلة المعارضة مظلة الخاسرين في الخبير يعني كل هذه الاتهامات التي فيدت الاتحاد من ميه الى اليوم هل اليوم تفسخت لمجرد انه مش ترجع على الصحة السياسية بعد ما تنتهي بازمه انت تبحث على ماذا انت تبحث على انه تونس تمشي في اتجاه الهدوء والتواصل وتغليب لغة الحوار والثقة والشراكة وإلا على تذكية الخلافات اسمعني انت سألت اسمعني الان الخلافات لن تنقطع بين مختلف الاطراف كما في كل البلدان التقدم والتحذر والاقتدار هو في ادارة تلك الخلافات واحد القدرة الحوارية والاستيعابية للاختلاف اثنين الارادة الموجودة بين تلك الاطراف اثلاثة الواقعية ان الناس وقت اللي تتحاور او مش قبل ما تتحاور تسرع الحاجة تصعيدية وإلا ما تصبرش على الحوار بصفة عامة هذا فاشتسبقنا الدول الاخرى الدول الاخرى مش ما عندهاش مشكلات عندها نفس المشكلات هذه حتى في اعرق ديمقراطيات لكنها عندها قدرة على انها تعطي للوقت وقته وتتحاور مليح ولذلك تلاحظوا القمم الاوروبية حتى ساعت تفش القمة ما تقرر حتى شي لكن موش معناها تتعلق القمة ما عادش تنعقد كما في بلداننا العربية وإلا حتى في مغربنا العرب لتشوفي لا فشلة القمة هذه متاحة من القمة الاخرى في موعدها لأنهم ممنين بكونوا ديمة العوار قادر إذا ما حلن إذا ما قدم بينا على الأقل ما يوخرش فأحنا هوا قاعد يتوفر احنا قداش عندنا عندنا سنة أولى ديمقراطية يعني إذا قررنا من الانتخابات وإحنا شعب تعرفوه ومؤسسات وأعزاب وكلنا كلنا ما نشمت دربين على إدارة شؤون دولة ديمقراطية معناها يكثر الحديث على أنه يلزم الأمن يتم فيه إصلاح باش يولي أمن صالح لدولة ديمقراطية مش كان الأمن هو الأمن والحزب السياسي والجمعية والاتحادات والمواطن وكلهم لازمهم يتدربوا على أنهم يعيشوا في دولة ديمقراطية قائمة على حقوق وعلى واجبات هذي الإصلاح لازم فينا ولازمنا نصبر على بعضنا لوقت لأن ما تدربناش نحن قبلنا نحن عندنا متعودين كيفاش نحلوا مشاكلنا في دولة استبدادية لكن توبش نحلوها في دولة ديمقراطية يكثر فيها الحوار ويقل فيها اللجوء إلى الحسم وإلى الغضب وإلى التصعيد إن شاء الله بكلنا قاعدين نتدربوا وقاعدين نتقدموا على كل حال أنا متفائل لأنه هذا اللي وصلنا له هذا الدليل على تحذر التوانس وعلى قدرتهم أنهم يبنوا ديمقراطيتهم ويشرفوا أنفسهم أولا والعالم insanity ترجمة نانسي قنقراتهم ترجمة نانسي قنقر